وأعتقد أن دي ذكرى ومناسبة مهمة جدا للحديث عن هذا الموضوع خطة الخداع الاستراتيجي في البداية إزاي تم وضع هذه الخطة ومتى تم وضعها؟ تمام في البداية أنا ليه كنت محتاج لخطة خداعها؟ يمكن أن في ناس كتير ما تعرفوش نظر الصغر حجم إسرائيل متخيلين أن إسرائيل كانت أقل مننا عددا وعتادا في الحرب لا ده في الحرب كانت متفوق علينا عددا من ناحية الكم ومن ناحية الكيف كمان يعني كان عندها أسلحة أكتر مننا وعندها نفس الأسلحة الكيف بتاعها متفوق عنه وهدي مثل بحاجة واحدة بس قوات الجوية إحنا كنا نمتلك 300 طائرة السوريا كان تمتلك 200 طائرة الطائرة بتاعتنا السيدة أو أقوى طائرة عندنا الميج 21 هو كان يمتلك 500 طائرة 500 طائرة الطائرة برضو السيدة فيها اللي هي الفانتوم الفانتوم فنيا تساوي أربع طائرات ميج 21 شوف الفرق قد دي أول حاجة كمان أنت عندك لكل طائرة بالكاد طيار واحد هو عنده لكل طائرة اتنين لتلاتة طيار شوف الفرق شكله إيه متفوق يكفي خط برليفل وحده ده مفيش خط في التاريخ تعمل زيه حقيقة يعني فمن هنا أنت كان لازم تعمل حاجة تعوض هذا التفوق العددي والكيف بتاعه طب نعمل إيه عندنا مبادئ الحرب رائعة بس اللي يطبقها طب أنا هاجي دلوقتي عندي مبدئين مهمين جدا هم دول اللي ممكن يؤثروا على سر العمليات ويؤثروا على قدرة العدو مبدأ المفاجأة ثم المبادئة طيب المفاجأة عبارة عن أربع أضلاع معروفين أهاجم في توقيت غير متوقع في مكان غير متوقع بسلاح غير متوقع وإسلوب غير متوقع طب أنفذ الأربعة دول إزاي وأنا كل اللي بينه وبينه 200 متر ده هو شعيفني كل حاجة عندي شعيفة تمام؟ وفي سوريا نفس الكلام هم في الجولان كده السوريين تحتيهم فمكشوفين مكشوفين كل حاجة هم شايفانا يبقى ملعاش حل غير أن أنا أضاء أزود أضلع المفاجأة دي ضلع خامس اللي هو قالته دلوقتي إيه هو بقى؟ اللي هو أن العدو يشوف كل ده وما يسدقوش واخد بالحضراتك فمين بقى أكبر رأس زي ما نتكلمت أنت وقلتوا السادات رحمة الله عليه هو السادات ده القهد الأعلى للقوات المسلحة ما بيقعدش كده ويخطط ويعمل خطط مع أنه كان أحد عناصر تنفيذ هذه الخطة كان ليه دور هو كان رئيس دولة إنما يكفل أنه يدي توجيه وعشان أعمل خطة خداع بقى تتسلسل من مستوى الاستراتيجي اللي هو على مستوى الدولة لمستوى التعبوي مستوى الجبهة للمستوى التكتيك لمستوى الفرد طيب لازم يبقى فيه تنسيق على أعلى مستوى ودراسة بمنتهى الدقة عشان أقدر لأن ممكن أنت تعمل حاجة حد تاني يعمل حاجة تانية يضيع كل اللي أنت عملته ده سواء عندك أو عند سوريا أو أيا من كان فبدأت القصة عشان ما يصدقوش خالص برئيس الجمهورية نفسه أول حاجة زي ما اسمعناك عامل حسم ويجو قدام في الإعلام كله وهذا العام عامل حسم ونحسن فيش يطلع يجي بتاع العامل لبعد ويطلع عامل ضباب ده قصة ده إحنا من سنة 69 من سنة 69 مباشرة بنعمل كل سنة منورة زي منورة الحرب دي بس حتى ما كانش عندنا للطيارات ولا دبابات ولا أسلحة يعني تساوي يعني أنا مثلا عشان أهجم بقول إيه نظريا كده بقول أنا لازم أتفوق عدو بنسبة ثلاثة الواحد طيب أنا ما عنديش هذا التفوق فكنا بنفترض هذا التفوق نظريا على الورق والنفذ التدريبات دي كل سنة نعمل في نفس المعاد 69 70 71 72 خلاص هو تعود إن إحنا بنعمل الكلام ولما جه السادات بقى إيه ابتدى بعامل حسم والعامل ضباب قصة لا ده عشان بقى يعني يعملها أكتر راح باعت مستشار الأمن القوم بتاعه لكسينجر وفهموا إنه الروس دول ولاد ستين في سبعين ومش هي قالوا أنا حارب وأنا حارب منين ومعنديش سلاح هجومي ومعنديش ومعنديش ويعني إيه رايح يقوله يعني ونبي أي حاجة من عندك عمل لنا أي حاجة ده ما هو أصعب وأدق الخطة اللي عملها اللي فاتت على إسرائيل وعلى الكل بيحاولوا يكذبوا أو بأي شكل أشرف مروان